الفكرة العامة من فيلم عاصم تناول المجاعة في قرية عدد سكانها ربما يتجاوز 65 ألف نسمة لكن يمكنك أن تسقط جميع معاناة تلك القرية على أماكن متعددة في اليمن صحيح، لن تصلها عين الكاميرا بعد بالضبط من المخاطر، طبعاً في نقاط أخرى منها تعزيز جماعة الحوثي لثقافة القتل والكراهية عند الأطفال وتجميل الموت في عيونهم وهذا الشيء الخطير وأيضاً جسد فيلم عاصم الجهل الذي يعانيه سكان قرية أسلم وربما هو جهل قصدي يمارس عليهم ربما سنتحدث أكثر بالتفصيل عن عاصم لكن اسمح لي أن أورد بعضاً من رحلة البر وما كنت أعانيه من نقاط التفتيش التابعة للحوثيين حيث كان هناك تعنت في السؤال المتكرر وبلهجة شديدة عن من أكون ومن أتبع وعندما كان المرافق يقول لهم أنه المرافق الذي هو من جماعة الحوثي معين أصلاً لمرافقتي ومرافقتي من وزارة الإعلام التابعة للحوثيين كان يقول لهم جاءت توثق جرائم الحرب والحصار وهذه الكود بينهم وكأنها الكود اللي بيسمح لي للمرور ومن هنا أدركت أنه إذا لم يكن العنوان العريض هو توثيق ما يريدونهم لا يمكن السماح للمرور ترجمة نانسي قنقر